الثاني من علاجات الغيبة ومن طبها أن تعلم أن المغتاب جميع حسناته قد ترحل إلى رصيد غيره حسبك بهذا غبن أكبر غبن في الحياة أن تجد حسناتك الصالحة في رصيد من كنت تبغض في الدنيا نحن لا نعطي من نحب حسناتنا فكيف نعطي من نبغض هذا الثاني الثاني إذن أن تعلم أن رصيد الحسنات لربما كان في حسنات غيرك من علاجات أيضا القلوب ومرضها بداء الغيبة أن تتذكر يا أخي عيوبك أنت تذكر عيوبك أنت يعني ما وجدت في الخلق إلا العيوب حتى تتحدث عنها بك عيوب بك عيوب لو انشغلت في الحياة كلها وأنت تتحدث عنها وتعالجها والله يا أخي أنت انشغل بعيوب لا حد لها ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم